ان الاهل هيعود افضل ان الاهل هيتحسن ان الاهل هيعمل صفقات كبيرة وانا بأكد لك مليار في المية ان الاهل داخل الموسم اللي جاي بصفقات غير متوقعة بمعنى ايه؟ في صفقات خلصت شادي حسين مصطفى ميسي في كلام على محمد صبحي في صفقات بتخلص عن النادي الاهل رغم ان الصفقات دي صفقات محترمة جدا بس مش دي الصفقات اللي هترضي غرور او طموحات جمعين النادي الاهل لسه عايزين يشوفوا لعيبة باسماء كمان اكبر وتأثيرها هيبقى اكبر وده اللي بيحصل دلوقتي ده اللي بيحصل دلوقتي بالمعنى الحرفي مش بالمعنى المجازي ده اللي بيحصل دلوقتي واحنا بنتكلم وانا بكلمكم دلوقتي ده خبر خاص لرقم عشر مسؤولي النادي الاهلي في الساحل الشمالي قاعدين مع كريم البلق وكيل الاعمال المشهور جدا في مصر دلوقتي وكيل اعمال اشرف بن شريق افرجاني ساسي وعدد من لاعبين كسيرين في شمال افريقيا قاعدين معا بيخلصوا معاه لاعب مهم جدا لاعب مهم جدا بندور احنا عرفنا الجلسة بس بندور على اللاعب غالبا سوفيان رحيمي غالبا بس لسه هنتأكد من المعلومة غالبا سوفيان رحيمي المعلومة الاكيدة انه مسؤولي النادي الاهلي واحنا منتكلم حالا حالا دلوقتي قاعدين مع كريم بلق بيخلصوا لاعب مهم جدا من شمال افريقيا عشان ينضم للفريق الموسم اللي جاي غالبا سوفيان رحيمي المغربي سوفيان رحيمي لاعب العين الاماراتي غالبا هنتأكد من الاسم وهنقول لحضراتكم ممكن يبقى اكتر من اسم الاهلي بيدور على اللاعبين كلاس ا وهيصرف وهيدفع وهيجيب لعيبة مهمة المهم هو بيصرف وبيدفع يكون يتعلم من دروس الماضي الماضي القريب انه في لعيبة الاهلي دفع فيها فلوس كتير قوي بس ما استفادش منها استفادة كبيرة جدا لا اسرف واسرف كتير بس على لعبين تستحق النادي الاهلي هيخش الموسم اللي جاي ومعاه فريق تقيل اوي صفقات بالجملة الاهلي على الاقل على الاقل هيبقى عنده تمن لعيبة جدد في الفريق الموسم اللي جاي على الاقل تمن لعيبة ضيف على ده لاعب هيقدر يستفين منه الموسم اللي جاي شافوا للمبارات اللي فادت زياد طارق بقى الشباب اللي لعبوا في النادي الاهلي يعني تحس ان هم لسه محتاجين فرص تانية ممكن يطلقوا عارة ممكن الاهلي يشوفهم اكتر في فرق اخرى مش وحشين بس لسه محتاجين ممكن الظروف الصعبة اللي لعبوا فيها دلوقتي ما خليتهمش يظهروا بالشكل المثالي الرائع بس بذلة لعيبة كويسة ممكن يطلقوا عارة ممكن الاهلي يشوف مثلا في واحد زي احمد سيد غريب مهاجم بي اداري سفيد منو موسيقى موسيقى